ثاني عنصر عايزين نتكلم عليه اللي هو البيمز الكاميرات ولو تفتكر كانت الوظيفة الأسئلة للكاميرات ان هي بتشيل البلاطة وتاخد الوزن تحت ووصله للعمود عشان في الآخر يوصل للأرض طب حاليا الكاميرا زي دي متشالة على أعمدة أنا لما حب أصممها يعني زي ما قلنا عايزة تطلع على ثلاث أبعاد بتوحة في بعض قردي معروف اللي هو السبان بين العمودين لكن هنا المسافة بين الأعمدة اللي هي سمع بحر الكاميرا أو سبان الكاميرا دي بتبقى عادة عرض القوضة يبقى أنا عشان أصمم الكاميرا وتقدر تستحمل الأعمال اللي عليها محتاج لسه أطلع بعضين تانين اللي هما A و A اللي هما عرض الكاميرا اللي بنسميه B وتخنت الكاميرا اللي هي اسمها T ال B ده مقصوب بي براتس الكاميرا و T ده مقصوب بي سيكنس الكاميرا يبقى واضح بعد كده لما يطلب منك أن انت محتاج تصمم كاميرا انت محتاج تطلع إداما للكاميرا ال B و T بتوع الكاميرا الكاميرا عادة بتتصمم عشان تقاوم إيه؟ عشان تقاوم بيندنج و شير بين مومنت دا جرام و شير فورتزا جرام فانا مفروض ال B و T دول ان شاء الله بعدين لما يجي أتعلم أصممهم وأحسابهم بالضبط أحسابهم عشان يقدروا يستحملوا المومنت اللي بي أثر طب تخال لو اللي سبان دي بقت أكبر بكتير أو الأحمال اللي جاية من البلاطة أكبر بكتير متوقع يحصل إيه؟ البن مومنت يزيد أكتر؟ ده معناه إنه عندما يجي أصمم الكاميرا سأتعلم إيه لل B و T سأتعلم ساعتها أكبر ال B و T توع كاميرا عشان تقدر تستحمل البن المومنت اللي بيأثر عليه شكل التسليح جوه الكاميرا عامل إزاي؟ عادة بيكاوم من كذا نوع حديد أولهم مثلا أسياق حديد بالطول دي بتبقى بطول الكاميرا بتتحط هنا بس هتلاقي في منه حديد صفلي و حديد علوي الحديد ده محطوط مخصوص ليه عشان يقدر يقاوم البن المومنت اللي على الكاميرا و في نفس الوقت في حديد بالعرض بنسميه عندنا كنات هتلاقي بيلف حوالين الحديد كله بالمنظر ده و بيكرر تقريبا كل 20 صمتي الكنات بالإنجليش يعني ستيرابس والستيرابس دي وظيفتها إيه؟ دي بقاوم الشير طبعا تصميم التسليح نفسه والكنات ده كل ده هتبقى دروس كتير بعدين إن شاء الله وبالك ده شكل التسليح اللي بيتعامل و بيترسم لكن بعد ما بنصب الخرصانة مفيش حاجة بالبان شكده انت مطلوب منك انت دايما تبقى فاهم شكل التسليح جوه أي منبر هبقى عامل ازاي؟ ايه أشهر أنواع للكاميرات؟ هتلاقي مثلا فيه كاميرات اسمها simple beams كاميرات بسيطة و دي عبارة عن كاميرات متشالة على عمودين بس زي ما انت شايف ممكن بقي فيه كاميرات continuous كاميرات مستمرة دي هتلاقي إن الكاميرا فيها كازا سبان كازا بحر ومتشالة على أكتر من عمودين و ممكن بقي فيه كاميرات زي البلاكونات اللي هي ال cantilever beam عبارة عن ايه؟ عبارة عن كاميرا متشالة على support واحد بس عمود واحد بس وفيه حتة بسرعة كده عشان تبقى فاهمه ونازل اقدر افرق بين الكاميرا simple والكاميرا continuous بابتدي بص على span between two columns بابتدي بص على البحر بين عمودين لو لقيت ال span دي يمنها وشملها مفيش اي span زي تانية تبقى كاميرا دي simple لكن لو لقيت عندي span في منها او شملها في span تانية تبقى دي كلها على بعض كاميرا continuous موسيقى موسيقى شكرا